أنا لا أهلم الزوجي أربع مرات أربع مرات؟ نعم وعندي استعداد أتجوز مليون لتظبط حياتنا بنعمل ستوب ونأخذ بريك بس أربع رجال ولا قدرت تلاقي رجل؟ ما نسبني ولا واحد ولا واحد ما نسبني أبداً كل واحد أتعص من الثاني وما حد إله عندي ما حد إله عندي لأني أنا عبتطلق بشرف نوص ويتزوج بشرف نوص بس كيف يعني أربع رجال؟ هم إليك بمجتمعنا بيشوفوا المرأة يلي نجوّجي مرة واحدة بالحياة والخيانات كلها من تحت الطاولة أربع زيجات أربع زيجات فاشلة والعريس الخامس قريباً المشكل بالرجل المشكل بطلبات سناء طلبات المرأة المشكل بيقلت رجليته ما عنده رجلية كاملة برجع بيقلك يا للمرة المليون طيب الأول ما عنده رجلية كاملة الأول عنده إصابة تشويه أوكي صار يغار علي صار يحرمني من كل شي ليش بك تحرمني أنت أنا إنساني بتدعيش يعني دخلتي بالحياة سوى بنقص ونقص علي بنفس الوقت يعني كأنك عم بتقولي واستناداً على جوابك الأول كأنه بزواج الأول لمحت على الخيانة لا لمح الشكوك بالأربعة 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 الزواج اللي تزواجتهم ما عندي ولا وحدة فيها خياني أربعة زجاج أبداً الحمد الله خياني ما عندي أنا وقت اللي بدي يضطر إني خون بتطلق شرف ونموس قدام كل المجتمع قدام أهلي وناسي وبتزوج بالحلال وما حد إلو عندي ما حد بيطلاله معي أبداً ما عاش أي رجال بديوا يكسرني بحياتي شو يعني يكسرني كيف يعني يكسر المرأة اللي فيك يعني خليني أنا يصير عندي إحباط ما عندي أمل بالحياة ما عندي أهداف أو ما اتزوج غيره إبقى عليه ليش لو هو إنسان رجل كامل بكل معنى الكلمة وبمعنى رجليته بكامل رجليته ما كنت أنا فكرت أني أتركه من الأساس شو يعني رجل بكل معنى الكلمة عن ماذا تبحث تحديداً عند الرجل مفروض يكون عنده كامل يعطي المرأة كامل أنوستها هاي أول شغلي ثاني شغلي يعطيها كامل احتياجاتها وقت هذول الأشياء بتنفقد بتضطر المرأة إنه تطلق يعني الأولوية لشو بالنسبة للمرأة؟ يلبي لرغباتها ويحسسها بأنوستها يعني الرجل هو مثل ما أنت عم بتقولي دوره الأول أداة لتلبية رغبات المرأة 100% وهذا يحدد إذا زواج ناجح أو زواج فاشل أو زواج فاشل صح طبعاً هي الحياة كلها مبنية جري كلام جري على شو مبنية الحياة بالأساس الجعلي للأساس لورا لكن الكلام جري عم بتقوليك على شو مبنية هي الحياة؟ انت ليش عايش بالحياة مش لتكمل ازدواجيتك؟ يعني أول شي بالنسبة إليك لزواج ناجح هي تكون المرأة مكتفية من جوزة كلام جري كلام جري وولعت مواقع التواصل اجتماعي بداية من هاللحظة في كتير نساء رح يقولوا أبداً المرأة ممكن تتحكم برغباتها الزواج هو مفهوم شراكة ممكن تتحكم بس ليش لا تتحكم إذا هذا الشي موجود ووارد ايه بس انه بتقول المرأة ومن هو ميت لحتالي تقول الله يرحمه ما علي أنا بصبر على حياتي وعولادي